الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن عشرين آآ رمز لو شفناهم آآ في اللي منام فنبشر بقدوم فرج آآ بقدوم خير نبشر بتحقيق شيء احنا بنا تمنام آآ اول رمز آآ معينا هي رؤية الببان المفتوحة او رؤية الباب المفتوح الباب المفتوح بشارة بقدوم آآ خير لادرائي بشارة بفرج آآ بشارة كمان برزق لو شاف ان هو اللي بيفتح الباب فبشارة ليه باستجابة دعوة لو شاف ان هو بيخبط على الباب والباب اتفتح له فبرضو من الرموز اللي بتدل على استجابة آآ آآ دعوة. الرمز التاني هي رؤية البلونات آآ رؤية البلونات الملونة في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على فرحة وعلى آآ قدوم آآ مناسبات آآ سعيدة للرأي. آآ كمان آآ الرمز التالي خاص برضو بالباب هو رؤية الباب القديم. رؤية الباب القديم في بيت قديم فمن الرموز اللي بتدل على حصول الامر كان الرأي منتظر آآ من آآ فترة. آآ كمان لما يشوف الرأي الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي ان فيه حد بيخبط على الباب او بيترك الباب. فده آآ بشارة برضو بقدوم آآ خير. آآ لما يشوف الرأي الرأي اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بيمشي على البحر. رؤية المش على البحر من الرموز اللي بتدل على زوال آآ هموم لي الرأي وكمان على تجاوز آآ امر كان صعب او كان آآ مستحيل. كمان رؤية البحر الهادي. رؤية البحر هادي بشارة باستقرار آآ بشارة بزوال هموم آآ وخلاص آآ من آآ مشاكة. لما يشوف الرأي الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده لما يشوف انه بيتزحلق على الجليد. اتزحلق على الجليد في المنام ده حدوث امر طيب للرأي وكمان امر آآ مفرح. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هو رمز البناء. لما يشوف الرأي انه بيبني آآ جديد فمن الرموز المفاشرة بتحسين آآ في حاله آآ بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتضل على التحسين في امور اللي رائي هو آآ رؤية برضو الباب الجديد. آآ رؤية الباب الجديد اللي شكله حال وبشارة بتحسين برضو في احوال الرائي. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما تشوف الشخص ان هو آآ ماشي آآ مع آآ شخص تاني ومشابك ايده آآ او ماسج آآ ايده. فدي من الرموز اللي بتضل على التفاهم لو كان الشخص ده معروف للرأي فآآ بتضل على التفاهم بينهم كمان احيانا بتضل على الارتباط ما بينهم كمان بتضل على تحسين آآ في العلاقة لو كان فيه بينهم آآ خصومة. آآ كمان آآ لما يشوف الرأي انه آآ بيقتل الحشرات. قتل الحشرات بشكل عام آآ من الرموز اللي بتضل على صرف آآ آآ لي الرأي او ضرر. كمان ممكن تضل على زوال آآ حزد زوال هموم آآ زوال آآ آآ زوال خلافات. آآ الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف انه بيطبع ورق. رؤية انه بيطبع ورق في المنام فدي من الرموز اللي بتضل على تمام امر اللي الرأي. الرأي اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه دخل كهف. رؤية دخول الكهف في المنام ده آآ نجاة وكمان آآ فرج وعمر طويل للرأي كمان بشارة بالتيسير. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي في المنام انه هو في ديئة او في عصر. رؤية انه في ديئة او في عصر في المنام. فبيكون العكس بيكون تيسير في آآ الامور. كمان آآ بشارة بتكون براحة بشارة بفرحة. آآ كمان اللقية اللي بعد كده او الرمز اللي آآ بعد كده آآ لما يشوف الرأي انه في اشياء بتنزل من السماء آآ وبتنزل آآ في ايده. آآ زي مسلا يشوف ان في تيور بتنزل من السماء ومسكها في ايده فدي بشارة برضو باستجابة آآ دعوة. لما يشوف ان السماء بتنزل هدايا بتنزل شكولاتة وبتنزل اشياء آآ ليها آآ منفعة. كل دي من الرموز اللي بتدل على قدوم آآ خير للرأي وكمان على استجابة آآ دعوة. آآ برضو من الرموز او الرمز البعد كده لما يشوف الرأي المنزل الجديد. لما يشوف ان اشترى منزل جديد او اتنقل منزل جديد او دخل آآ بيت آآ جديد فآآ للمهموم ده فرق وكمان آآ آآ للاعزب زواج للشخص الفقير كمان من الرموز اللي بتدل على الغنى. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هو آآ رؤية غزان المية. رؤية غزان اللي مية يكون في مية آآ صفية ومية آآ آآ طعمها حلو. فبشارب ب برزق وبمال. وكمان برزق وبمال مدخر للرأي يعني هيكون آآ رزق كتير لطرق انه هيتخر آآ منه آآ جزء. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بيوزع آآ طعام آآ في المنام وبالاخص بيوزع طعام على روح آآ شخص ميت او شخص متوفي. فدي آآ من الرموز المبشرة بتحقيق آآ امنية للرأي. كمان دعاء الميت للحي برضو من الرموز اللي بتدل على قضاء حاجة واستجابة الدعوة. الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه بيخرج من السجن. الخروج من السجن بشارة بيخروجه من ديئة بخروجه من ازمة آآ بسداد ديونه لو كان آآ ما ديون او كان عنده ازمة آآ مالية كمان بتكون بشارة بتغيير آآ في حاله آآ للافضل وللاحسن. آآ كمان لما يشوف الرأي انه بيردد في المنام لا حول ولا قوته الا آآ بالله. آآ رؤية ان هو بيرددها في المنام فدي بشارة لي آآ بالفرق وكمان بقضاء آآ حاجة كان آآ بيتمنيها. الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده هي رؤية اهداء الموبايل. اما يشوف ان في حد بيهدي موبايل فده استجاب التعوى او تحقيق امنية. يمكن خاصة بزواج خاصة بعمل خاصة بحمل. آآ كمان من الرموز برضو اللي بتدل على آآ عودة علاقة لو كان في بين الشخص وبين الشخص اللي بيهديه ده خصومة فمن الرموز اللي بتدل على انتهاء الخصومة. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي ان فيه نور آآ دخل البيت بتاعه او دخل الغرفة بتاعته ويحس ان هي نورت آآ مرة واحدة فدي من الرموز برضو اللي بتدل على آآ زوال للهموم كمان بشارة باستجابة دعوة او بتحقيق آآ امنية. كمان لما يشوف الرأي انه بيتصدق في المنام رؤية الصدقة سواء انه بيتصدق بمال او بيتصدق بطعام او يشوف انه بيقدر من مساعدة آآ لي آآ شخص. كل دي برضو من الرموز اللي بدل على زوال الهموم كمان على استجابة آآ دعوة. آآ دي كده كان اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام فنبشر بفرج نبشر بقدوم خير. كمان نبشر بتحقيق شيء احنا بنتمنى او استجابة آآ دعوة آآ كنا بنتيها. بتمنى ان يكون اللي فيديو عايبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هاردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.